قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تمكنت من القضاء على الفكر المتطرف وأضف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره الندوة التثقفية لقوة مسلحة بمناسبة يوم الشهيد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة وأن كل ظرف مر على الدولة خلال العشر سنوات الماضية له تكلفته يجب أن يتحمل تبعاتها الجميع الحرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا عدنا تقريبا فيها عشر سنين اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف استباح دمنا واستباح مستقبلنا استباح دمنا واستباح مستقبلنا أنه يخرب بلدنا زي ما الدول الكتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت فكان متصور الممكن يعمل ذلك ولكن برضو بإخلاص ودماء أبنائنا سواء اللي استشهدوا أو اللي أصيبوا كان فضل كبير قوي من ربنا علينا أن تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغاية دلوقتي ترجمة نانسي قنقر